بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الله والطالبات في مادتنا الجميلة في مادة التربية الفنية اليوم بإذن الله بيكون درسنا هذا اليوم المشروع الفني الفصلي هذا هو درسنا لهذا اليوم طبعا بإذن الله سنستعرضكم لكثير من أفكار بالنسبة للمشروع الفني في البداية أعزائي الله والطالبات تعلمنا في حصتنا الماضي كان درسنا النسيج الشعبي أخذنا وتعرفنا على النسيج الشعبي وذكرنا لكم أنها حرفة يدوية عريقة وذكرنا أنواع النسيج الشعبي والسمات أشهر السمات التي يتميز بها النسيج الشعبي اليوم بذلك سنأخذ أهداف المشروع الفني الفصلي وأخطاء تسبب فشل المشروع عبرز التحديات وأستمارة تنفيذ المشروع والتطبيق العملي للمشروع الفني الفصلي في البداية بالنسبة للأهداف طبعا عندنا تنمية مهارات تفكير البداعي لدى الطالب أو الطالبة طبعا أيضا منح الطالب القدرة على اختيار وتوظيف الخامات والأدوات المستخدمة لتنفيذ العمل الفني هو بكل عام نحاول طبعا نستخدم اللي هو الخامات والأدوات المتنوعة نستخدمها ونقوم بتوظيفها حتى مثل ما تعرفون أخذنا عدة مجالات في هذا الفصل الدراسي من ضمنها مجال شغال الخشب المعادن وغيرها طبعا تعلمنا فيها الكثير من الأمور المختلفة والمتنوعة أيضا النسيج مثل ما تذكرون ممكن نقوم بدمجها ممكن نقوم بدمج اثنين منها أو واحد ممكن نستخدم خامات متنوعة ومتعددة أيضا تشجيع الطالب أو الطالب على التفكير بطريقة غير مألوفة نحاول بشكل عام نفكر بطريقة غير تقليدية نفكر خارج الصندوق لتنفيذ أفكار مختلفة ومتنوعة ومتعددة أيضا دمج بين المجالات الفنية تم دراستها خلال فصل الدراسي في عمل تصميمات إبداعية ونفعية ومستدامة ذات طبيعة تربوية وجمالية ممكن نقوم بدمج الكثير من الأفكار المختلفة والمتنوعة أيضا تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في المشاريع الفنية الجماعية وأيضا دعم الاتجاهات الإيجابية لدى الطالب نحو الإبداع والتفكير الإبداعي مثل ما ذكرت لكم دائما نحاول نكون مبدعين نفكر خارج الصندوق هذه بعض بالنسبة لبعض الأهداف أيضا عندنا إكساب الطالب أو الطالبة القدرة على الإحساس بالمشكلات وتقدم وتقديم الحلول بطرق إبداعية نحاول نحل له بعض التحديات التي تواجهنا أثناء تنفيذ المشروع الفصلي بطريقة إبداعية بقدر العام بقدر ما نستطيع نحاول نكون مبدعين مثل ما ذكرت أيضا مناقشة العلاقات بين القيم التشكيلية المتوفرة في الأعمال الفنية التي ينتجها الطالب أو الطالبة يتم مناقشة جميع أعمال بعد ما ينتهي منها ونأخذها وننتقدها نذكر إيجابياتها سلبياتها نتحدث عن تفاصيل العمل مثل ما ذكرت أيضا تعبير عن الفعالات الوجدانية وملاحظة المعاني التعبيرية سواء كان في الشكل في اللون في التجسيم في العمل الفني يتم مثل ما ذكرت لكم بمكانا نعبر عن سواء كان الانفعالات سواء كان من ناحية الألوان أو من ناحية الأشكال وغيرها من التفاصيل المتنوعة في العمل الفني أيضا إكساب الطالب أو الطالبة مهارة التخطيط والتفكير المشاريع الفنية مهارة التخطيط نحتاجها ليس فقط بالمشاريع الفنية نحتاجها في حياتنا بشكل عام نخطط لحياتنا أيضا لازم نخطط له المشاريع الفنية بأشكال بسيطة كيف الخامات اللي نحتاجها على أدوات طريقة الوصول إلى الشكل النهائي اللي نحتاجها وغيرها من التفاصيل المتنوعة نحتاج إلى كتابتها والالتزام بالوقت مثل ما ذكرت لكم أيضا إكساب الطالب أو الطالب القدرة على التشكيل بالخامات المتعددة بالإنتاج الفني ممكن نحتاج إلى الخامات متعددة ومتنوعة بإمكان نستخدمها في المشروع الفني أيضا الأخطاء تسبب فشل المشروع عند اللي هو عدم اعتماد خطة المشروع مع المعلم أو المعلمة وعدم الاستفادة من ملاحظات المعلم أيضا ضعفة متابعة المشروع بين المشاركين إذا كان المشروع الجماعي هذه جميعها أخطاء ممكن تسبب فشل المشروع أيضا قلت التعاون مع المشاركين اللي يحتاجون المساعدة نعرف أن الآن تكون الأعمال الجماعية ليس الشرطان أن يكون فردي ممكن يكون المشروع الجماعي فبعض الأشخاص الموجودين أو بعض الأفراد يكونون من الطلاب يكونون في المجموعة لا يتعاونون بشكل كافي مع بقية جملائهم فهذا يمكن سبب فشل المشروع بشكل عام ويمكن هذه المجموعة تتفرق وكل مجموعة تبدأ تشتغل الحالة بدل ما كنته فريق واحد تنتجون عمل مبدع وكبير وجميل ستصبح أعمال صغيرة متفرقة فيجب أن تتحدون لإنتاج الكثير من الأعمال الجيدة والممتازة أيضا عدم تطبيق خطوات المشروع حسب الخطة المعتمدة وضعف التواصل بين أعضاء فريق عمل مشروع والخروج عن الهدف أو الفكر الرئيسية هذه من ضمن الأخطاء اللي ممكن تسبب فشل المشروع مثل ما ذكرت لكم جميعها أخطاء قد تقعون فيها وتسبب فشل المشروع أيضا بالنسبة لأبرز التحديات والحلول أو أبرز التحديات اللي قد تواجهها كثيرا تنفيذ المشروع سنستعرض لكم اللي هو التحديات والحلول عندنا على سبيل المثال عدم توفر الخامات والأدوات هذا ممكن أحد التحديات اللي قد تواجهها الحل بكل اختصار نبحث عن البديل أو الشبيه أو نجرب خامات جديدة تماما طبعا بعد استشارة اللي هو المعلم نحاول بقدر عام نستخدم اللي هو خامات أخرى مختلفة في تجريبها بدل الخامات في حالة كانت غير متوفرة لدينا على سبيل المثال عندنا العلوان الزيتية وممكن في حال ما كانت متوفرة معنا ممكن نستخدم اللي هو ألوان الأكرليك تكون بديل عن الألوان الزيتية وغيرها من الخامات المختلفة والمتنوعة طبعا أيضا عندنا اللي هو قلة الخبرة لدى بعض المشاركين هذه بعض التحديات ممكن قد تواجهونها الحل بشكل مختصر حاول تقديم اللي هو مساعدة لهم أو تكليفهم بمهام تتناسب مع قدراتهم الناس قدراتها تختلف عن بعضها البعض فممكن نعطيهم مهام تتناسب مع قدراتهم ونحن ناخد اللي هو المهام المتبقية ونحاول نوزع المهام بشكل عام بيكون في تعادل في توزيع المهام بشكل عام فبعد ذلك نقوم بتنفيذ وننطلق في تنفيذ المشروع الفني الفصلي طبعا عندنا اللي هو صعوبة التواصل بين أعضاء الفريق الحل هو بكل اختصار استخدام له قانوات متاحة مثل برنامج ماكروسوفت تيمز أو البريد دكتروني عبر منصة مدرسة هذه بعض الحلول وبعض المشاكل التحديات وبعض الحلول كيف ممكن نحلها مثل ما ذكرت لكم طبعا بالنسبة لإستمارة التنفيذ المشروع الفصلي تلاحظونا أمامكم عندنا في الأعلى اسم المشروع يتم تسديله وتوضيحه وأيضا عندنا الأدوات والخامات الأدوات يتم تسديله بشكل نقاط طبعا في الأعلى تلاحظون عندكم في الجهة اليسرى مكتوب اللي هو المشروع الفصلي تحتها هل هو فردي أو جماعي طبعا عندنا فردي أو جماعي يتم وضع علامة صحة أمام الداخل المربع في حال كان سواء كان المشروع فردي أو جماعي ويتم توضيحها مثل ما ذكرت وبعد ذلك عندنا اللي هو تخطيط فكرة العمل يتم تسديل مثل ما تلاحظون أمامكم نوع المشروع وبعد ذلك يتم تسديل اللي هو مراحل تنفيذ المشروع الفني الفصلي خطواتها بشكل نقاط يتم تسديلها بشكل نقاط الأفضل هذا هو بالنسبة للمراحل عندنا أيضا طريق أو طرق إخراج المشروع كيف ممكن نقوم بإخراجه على سبيل مثل إذا كان اللوحة نقوم بإضافة البرواز أو غيرها من الإضافات المختلفة ومتنوعة كيف يكون شكلها النهائي كيف نخرجه ويكون شكلها النهائي طبعا عندنا قيمة المشروع الفنية أو قيمة المشروع الجمالية والنفعية فإيش ممكن هالمشروع لقيمة جمالية ونفعية يتم تذكيرها وتوضيحها في الأسفل أيضا عندنا طرق عرض المشروع كيف نقوم بعرضها وكيف هيكون شكلها النهائي وهل طريقة عرضها تكون بطريقة على سبيل المثال بتعليقة أو غيرها من الأفكار المختلفة ممكن نقوم بتسجيلها وتوضيحها أيضا في النهاية عندنا التقويم والنقد الفني والتقييم وفي النهاية ينفذ أو لم ينفذ ويتم ذكر أسباب عدم التنفيذ هذا هو بالنسبة للاستمارة اللي تلاحظون أمامكم طريقة تعبتها جدا سهلة أما الآن هنبدأ بالتطبيق العملي للمشروع الفني الفصلي هنبدأ عزيزي طلاب والطالبات بتنفيذ المشروع الفني الفصلي طريقة العمل جدا سهلة وممكن طبعا نستخدم الكثير من الخامات المختلفة والمتنوعة طبعا مثما تذكرون أخذنا عدة مجالات تعلبناها مثل مجال أشغال الخشب المعادن أيضا استخدمنا النسيج وقمنا باستخدام وإنتاج الكثير ممكن تنتجون له الكثير من القطع النسيجية طبعا هنستخدم بعض القطع الخشبية ممكن هذه تعرفونها ليستخدمونها مع الملابس في تعليقها بعد غسيلها لاحظون أمامكم هذه القطع ممكن نقوم باستخدامها وتوظيفها والعمل عليها عندنا على سبيل المثال الأعواد الخشبية تلاحظونا أمامكم هذه هي أعواد الآيس كريم ممكن نقوم باستخدامها أعواد خشبية أعواد مستهلكة ممكن خامات ممكن نستخدم اللي هو الخامات المستهلكة والبيئية كثير من الخامات البيئية اللي ممكن نقوم باستخدامها مثل القطع الخشبية قطع الخشب بشكل عام ممكن نستخدم الحجارة غيرها من الخامات المختلفة والمتنوعة هنبدأ نستخدمها ونقوم بإضافة على سبيل المثال بعض الأفكار المختلفة مثل عندنا القطع الخشبي اللي ممكن نقوم بإضافتها نستخدم الصمغ الحراري ونقوم بإضافته في هذا المكان وبعد ذلك نبدأ في عملية الصاقة بهذا الشكل بعد ذلك نبدأ في تشكيل شكل مجسم لطائرة طائرات القديمة جدا نقوم بتشكيلها الآن نبدأ نأخذ القطعة الخشبية الثانية ونبدأ نقوم بإضافة الصمغ وبعد ذلك نقوم بإلصاق القطعة بهذا الشكل هذه طريقة إلصاقها طبعا نتأكد أنها تم إلصاقها بشكل جيد أثناء عملية إلصاق نضعها جانبا ونبدأ نشتغل على الجناح والجناح الخلفي والذيل ممكن نقوم برسمها ونقوم برسم إضافات كثيرة ومختلفة ومتنوعة سنستعرضكم كيف ممكن نستخدم الرسومات البسيطة في الجناح على سبيل المثال عندنا بعض الأفكار التي ممكن نستخدمها ونقوم بتوظيفها مثل الزخارف الشعبية بهذا الشكل هذه بعض الأفكار التي ممكن نقوم برسمها بهذه الأشكال التي تلاحظون أمامكم وهو نقوم بإضافة بعض التفاصيل المختلفة مثل ما تلاحظون هذه أفكار جدا بسيطة وسهلة بإمكاننا تنفيذها على القطع الخشبية لاحظون رسمنا مثلثات وداخلها دوائر بإمكاننا إضافة الكثير من الأفكار المتنوعة والمتعددة داخل القطع الخشبية بهذا الشكل نأخذها ونقوم برسمها طبعا عندنا كثير من الأفكار التي ممكننا تنفيذها مثل ماذا كتلكم ممكن نستخدم المقص بما أنها عواد صغيرة جدا لكن الأفضل نستخدم الذي هو الأزميل طريقة صحيحة أيضا طريقة المقص بإمكاننا استخدامها وتوظيفها مثل ما ذكرت نضعها في نهاية هذه الطائرة بهذا الشكل ونقوم ونأخذ أحد القطع التي تم قصها نعطيها قصص أخيرة بهذا الشكل نأخذها ونقوم بقصها أو من الجهة الثانية بهذا الشكل الآن نبدأ نقوم بإلصاق هذه القطعة بهذا الشكل بهذه الطريقة طريقتها جدا سهلا نأخذها تقريبا بالمنتصف نبدأ الآن بتعليق هذه القطعة مثل ما تلاحظون بشكل استقامة ونترك إلى أن يبرد هذا الصمق طبعا طريقة الرسم والخطوات جدا سهل وبسيطة ممكن نقوم برسم الكثير من العناصر المختلفة والمتنوعة طبعا أيضا بعض الأفكار اللي بإمكاننا تنفيذها وتصميمها ستكون مناسبة جدا طبعا بإمكاننا إضافتها وممكن أن نقوم على سبيل المثال بتلوين هذه الأجنحة سنستعرض لكم نضع الطائرة على الجانب ونستعرض لكم بعض الأفكار اللي ممكن نقوم بإضافتها على الجناح عندنا على سبيل المثال زخارف بسيطة جدا مثل عندنا الأشكال اللي استعرضناها لكم بهذا الأشكال نقوم برسمها الآن طبعا أفكار متنوعة ومتعددة بإمكاننا تنفيذها على الجناح الطائرة ممكن تكون بلون واحد وممكن أن تكون بعدة ألوان سأعرضكم الآن كيف ممكن تكون بعدة ألوان نأخذ على سبيل المثال ألوان متنوعة على سبيل المثال عندنا هذه النجموعة اللونية نبدأ في اللون الأخضر ننتقل على سبيل المثال لون الأحمر بعد ذلك إلى اللون البنفسجي أيضا عندنا اللون البرتقالي تلاحظون كيف طريقة الرسم هذه الزخارف وممكن أن تكون في الجناح بتأثيرات جدا بسيطة مثلا تلاحظون بهذا الانتقال للألوان هذه طريقة الرسم اللي ممكن نستخدمها ونقوم بإضافتها طلع عندنا بهذا الشكل البسيط هذه الأفكار ممكن نقوم بإضافتها في الجناح مثل ما ذكرت لكم أو ممكن نستخدم زخارف أخرى مختلفة ونقوم بإضافتها على سبيل المثال ممكن بأشكال شعبية مثل ما ذكرت لكم شكل الزخارف الشعبية مثل ما تعرفون أشكال مثلثات بهذه الطريقة ممكن نستخدم أيضا ألوان أخرى مختلفة ونقوم بإضافة الكثير من التفاصيل على سبيل المثال بإمكاننا استخدام ألوان متنوعة ومتعددة ممكن في داخل هذه المثلثات نعطيها باللون الأخضر بهذا الشكل وفي المثلثات الأخرى باللون الأصفر عندنا أفكار بسيطة جدا بإمكاننا تنفيذها وخطواتها جدا سهلة وممكن أيضا نقوم بتلوين هذه القطعة مثل ما تلاحظون نقوم بتوضيحها بهذا الشكل وهنا نقوم بتلوين المثلث بهذه الطريقة نقوم بإتجاه واحد أو نلونها بإتجاه واحد وممكن نستخدم اللي هو التلوين على الشكل نفسه لكن بما أنها ألوان فلو ماستر ممكن نستخدم اللي هو التلوين على الشكل أو على اتجاه واحد بما أن الخطوط لا تكون واضحة معنا اللي هو خطوط التلوين لكن في حال كانت مثلا واضحة الأفضل أن نكون بإتجاه الشكل سواء كان تفاصيله وميلانه طبعا أفكار متنوعة ومتعددة بإمكاننا استخدامها وإضافتها في هذه الأشكال اللي تلاحظون أمامكم طبعا اقتربنا بالانتهاء تقريبا تبقى بس مثلث واحد نقوم بتلوينه وإضافة عليه التفاصيل بهذا الشكل تلاحظون أمامكم عندنا هذه الزخارف البسيطة وكيف ممكن أن نقوم باستخدامها وتوظيفها في الجناح وممكن أن تكون في أعلى الجناح بهذا الشكل نقوم بإزالة بإمكانها أن نقوم بإلصاقة سأعرضكم كيف ممكن أن نلصقها بشكل بسيط نقوم بإلصاقة بهذا الشكل جناح بسيط جدا أيضا عندنا بشكل زخارف أيضا من الخلف ممكن نستخدم القطعة الأخرى تلاحظون بهذه الطريقة قمنا بتشكيل طائرة من أبسط الأدوات بإمكاننا إضافة عليها بعض الزخارف المتنوعة وغيرها من الأفكار المتنوعة والمتعددة هذه طريقة للعمل جدا سهلة وممكن أن نقوم بإضافة الكثير أضفنا الزخارف الشعبية على الطائرات البسيطة جدا تلاحظون فيها المعدن هذه الطائرة ممكن نقوم بإضافة بعض القطع المعدنية وبإمكاننا إضافتها وتشكيلها بأشكال بسيطة جدا على هذه الطائرة خطواتها جدا سهلة وبسيطة وأفكارها ممكن نقوم بتطويرها وإضافة عليها على سبيل المثال مثل المروحة وغيرها من التفاصيل باستخدام المواد المعدنية والمواد المعدنية المستهلكة مثل ما ذكرت لكم طريقة إعدادها وخطواتها جدا سهلة في النهاية بإمكاننا نقوم بتصميم أفكار كثيرة ومتعددة ليس شرط الشكل اللي تلاحظون أمامكم ممكن نقوم بتنفيذ أفكار مختلفة ومتنوعة ومتعددة في النهاية شكرا لكم أعزائي الطلاب والطالبات نلتقيكم بإذن الله في الحصة القادمة وفي أمان الله